من الأطباق المغربية الشهية والديدة سنقدم لكم الطباق للحم المعسل على حقه وطريقه بالطريقة الأصيلة ونرفقه بسلطات متنوعة على أمل تقديم المزيد منها في الوصفات المقبلة فتحية طيبة لجميع ونبدأوا على بركة الله الكمية للحم حسب الرغبة فعندي هنا جوج كيلو أونس من الحم للخروف الغنمي يأم يكون من جهة العنقرة أو للسلسول أو للفخض باش يجيكم بنين وتطلق هذيك التعليكة ديل الجيلاتين في المراق حاجتنا الزعفران الطبيعي واحد القبصة تكون سخية من الزعفران الحر اللي تنحلها بالماء يكون سخون نخليه جانبا باش نستخلصه كل ذلك لناكهات اللوية للزعفران الطبيعي وحاجتنا هنا يال معلقة صغيرة مصحوق حبوب القصبارة اللي يرقص برحبوب مطحون معلقة صغيرة ديل القرفة اللي هي الدارسين اللي مغايدة في فواكي المعصلة اللي تنعملوا فيها القرفة ضيفو جوج معلقة صغيرة ديل القرفة عملت معلقة صغيرة ديل البزار وجوج معلقة صغيرة ديل الكوركم اللي هو الخركم جوج معلقة صغيرة ديل الكوركم جوج معلقة صغيرة ديل السكين جبير وجوج معلقة صغيرة ديل ملحة وبالنسبة لتساؤلات ديلكم الناس اللي ما تتوفروش على التوابل ديل المروزية أو لرسل الحانوت ديل المروزية فممكن نعودوه براس المعلقة الصغيرة القرنفل اللي تنكونوا تطحنينه القيس قريباً دي الربع معلقة صغيرة إلما توفرناش كيف ما قلت لكم على المروزية التوابل دي الامروزية فنستعملوا هاد المكونات واحد الوحادة دي الورد البلدي فقط دوك الوريقات اللي هم ورديين تنسولوا هاداك القلب ديالها والجزء الاخضر وتنطحنوهم ولي توفر على هاد المروزية فإضافوا هاد المعلقة الصغيرة ما توفرناش علينا نكسافي به هاد المكونات وهاد التولاتي هو اللي تعتنى النقهة المميزة الورد والقرنفل والنجمة ديال الباديين اللي تستبدلوا بهم المروزية ديالنا تنضيفوا الخالط دي الزعفران مع الماء وربعة الفصوص من التوم يكون الحجم ديالهم شوية كبير فتنأكد عليكم المعلقة الصغيرة ديال التوابل المروزية اللي ضفت فهي تتزكي لنا نكهة ولكن ماشي هي إضافة اختيارية الناس كيف ما قلت لكم اللي ما عندهم شو المروزية وخاصة الناس اللي تعيشوا بالغربة فممكن تعوضوهم بالقرنفل كيف ما قلت لكم الورد والنجمة ديال الباديين وباقي المكونات اللي ضفنا في اللول تنتبلوا القطع ديال اللحم فاخدوا بالنصائح اللي سنعطيكم اللحم دائما يكون يا إما من جهة العنقرة يا إما من جهة السلسول يا إما الفخد لأنه سيكون فيه جيلاتين وبالتالي تعقاد لنا هذك المرق تيجينا خاتر تنخليوا اللحم يترقد في تسبيل دياله على الأقل واحد نص ساعة على الأقل تناخدوا طنجرة نوضعوا فيها شوية من الماء غير قليل غادي نقليوا فيه للحم القطع ديال الحم ما سنضيفوش الزيت في هذ المرحلة علاش غادي نقليوا غادي نقليوا القطع ديال اللحم ديالنا فقط بهذك شوية ديال الماء ونخليوه حتي تشحر مزيان من جهتين سنتاخد معنا تقريبا القياس ديال عشرة ديال دقيقة تقريبا تتسبغ لنا العدم تياخد لنا اللون سفر وكده هيك تتشبع القطع ديال الحم بهذك تزويلة يعني تدخل تل قلب ديالها تنجرة فعندي على النار متوسطة عادة هاد طبق تنحضروه على الفاخر تيطيب على المهل هنا غادي نقليوا الحم ديالنا تقريبا خمسة دقيقة من كل جهة على النار متوسطة هياخد معنا واحد العشرة ديال دقيقة باش نقليوهم زيان ويتشبع بالتتبيلة بشكل جيد ويتسبغ لنا اللون ديال العدم كيف ما ستلاحظو معايا بعد ما تتمر هذك عشرة دقيقة تنضيفه نجمة باديين وشوية من سمن الحار وواحد سين ميلي لتر من زيت نباتية او لخالات ما بينزيت زيتون وزيت نباتية وممكن نضيفه هنا الشحمة اللي كنا غادي نخزنو لحم ديالنا بصلة كبيرة مش ننفة عادة البصلة ما تدرج في هالطبق لكن لكنا غادي نقدموه في يومه ممكن نضيفه البصلة تنضيفه نستطره ديال الماء ونخليوه الطبق ديالنا او لها تنجرة ديالنا على النار غادي نرفعه من درجة حرارة المقيد حتى تبدأ في الغاليان ومن بعد غادي نخفضه درجة حرارة المقيد الى منخفضة فانتوما معايا غادي نتبعه جميع المراحيل بالنسبة للمرافقات فغادي نحتاجه هنا فلفل رومي الوان وثلاثة ديال روس ديالتوما اللي درنا فيهم شوية ديال السيس وندخله مطرع على الدرجة متوسطة يتشوا ومدة دي خمسة وعشرين دقيقة بعد ما وصل درجة الغالية للمارق غادي نخفضه من درجة حرارة المقيد المنخفضة وخليوه تبعه لمهله بالنسبة للمرافقات الثانية غادي نحتاجه فيها السيسون الوان حمر أسود وخضر سنضيف الكبار واحد المعلقة كبيرة وفلفل حارة اللي تكون مرقدة القشرة ديال برتوقال واحد يعني واحد القطعة فقط طبقة ديال برتوقالية تتعتنين كمميزة معلقة صغيرة من الهريسة وواحد شوية ديال الحامض مسير فقط ديال طبقة الصفراء جلدة ديال الحامضة مقطعين المكعبات صغيرة كيفما تتلاحظوا معايا ونضيفوا شوية محلقة كبيرة ديال عصر الحامض ثلاثة معقبار ديال زيت زيتون شوية ديال الكمون وتنخلطوا الكل ومن بعد تنضيفوا البقدونس والقصبرة ونزيدوا نخلطوا هاد المكونات ونخليوه يتشبع بالنكهات نغطيو عليه ونخليوه في تلاجة يتشبع بالنكهات المقبلة الثالثة غادي نحتاجوا فيها الجزر او لخيزو ليكون مسلوق من قبل غادي نقطعوا باطني كيفما تتلاحظوا معايا او لا مكعبات اللي بغيتوا تعملوا تعملوا او لدوائر غادي نقطعوا انا بهالطريقة فبالنسبة لهاد السلطات المغربية هادو ضروري ما سنحضروا من قبل بشد دخل كل نكهات تنضيفوا شوية من البصلة بيضاء مشلدينة او لدهبية وتنضيفوا كده شوية من البقدونس والقصبرة المفرومة ومعالقة كبيرة من عصر الحامض او للخلب شوية من زيت الزيت والكيس قلبن دي لتلسة معقبات الكامون وبابريكالية تحميرة شوية البزار والملحة وغادي نخلطوا الكل ومن بعد عند تقديم غادي نضيفوا عليه شوية من اللوز اللي محمرينو بالفرن او لنكونوا قالينو من المفضل نكونوا محمرينو بالفرن فغادي نضيف لي شوية دي الملحة بشيجيني من ملح واعطيوا حد انكها مميزة تنجرشوه جرش خاشين او ليكون عندنا باطونية من الافضل الى توفرنا عليه ساعتنا دك الدكور زوين سافي او تنقدموه بها الطريقة ولكن دائما اضافة دي اللوز او للجوز تكون ممكن نعودوه بالجوز حسن اللخر يعني اضافة تكون نهائية حسن بغاو نقدموه الطبقة دينا دنا الباربة اللي هي مسلوقة 3 الحبات اللي غد مثر تمم شوية فانكهة ديالها تتكون سوابي انك هذيالها تتكون ناعمة ما تتكونش كفيدكiadك اللاضغا متتكون يعني انت تكون زوين الطعم ديالتي تكون زوين تنضيف عليها شوية ديال البصلاء مش نفا وكدلك البزار الملح وغد نضيف عليها شوية ديال العسل والبقدونس ثم تلاحظوا معي سنخلطوا كل هذه المكونات وشوية الملحة أكيد عند تقديم تنظيفوا شرائح البرتقال وكذلك إما جوز أو لا لوز بهذه الطريقة أما بالنسبة للفلفلة اللي دخلناها الفران على الدرجة 180 درجة متوسطة فأخذت معي القياس قريباً دل 21 دقيقة حتى 25 دقيقة تتصبح على هاد الشكل ضغياء تتقشر لنا فكل هاد المرافقات أو هاد السلطات ترافقها للطبق دينا باش يكون واحد تكامل في الوجبة تنعملهم على شرائح على هاد الشكل ودائماً تقطع فانتم ما تتفنوا فيه يعني عملوا بطريقة اللي بغيتوا والتقديم كذلك فأنا سنعطيكم من أمثلة ولكم يعني واسعوا النظر سنضيف ديكتومات اللي زولت لهم القشرة ديالهم أوريغانو اللي هو الزعيطرة معلقة من العصر الحمد الليمون واحد شوية من زيت زيتون وشوية ديال البزار والملح لا غير هادوا من المكونات اللي غادي نضيفوا الفلفل المشوي القليل من البقدونس للتزين كإضافة أخيرة وتبقى الشكل دياله النهائي على الجكل أما بالنسبة للفواكه المعصلة فغادي نحتاج ججمعة كبار من الزبدة من أصل الحيواني تنضيف عليها نصف لتر من الماء وثلاثة العويدات ديال القرفة عندنا نضيفوا يا إما ججمعة كبار من ماء الزهر أو لوحد ساشي بنكهة الزهر اللي توفرنا عليه عادة الطبق ديال المعسل فتيكون فيه غير لحم وتنضيفوا لي شوية شحمة لأنه تتم تخزين دياله لكنا غادي نخزنوه لمدة طويلة كنا غادي نقدموه فنحاولو نعملو فيه مثلا بصيلة اللي بغادي نضيف له زبيب كديرك ممكن وبالنسبة لي في هاد الوصفة هادي فأنا غادي نرافقه بهذا الفواكه الكيوي والأناناز وكديرك برتقال صغير اللي غادي ندفع ليه وحد خمسة حساسات مع كبار من السكار وغادي بعد ما وصلت لدرجة ديال الغالية للماء كيف ما ستلاحظوا معي غادي نخفض من درجة حرارة الموقيت للمون خافضة ونخليه يتعسل على مهلو أما بالنسبة للطنجرة فهنتم غادي تلاحظوا معايا بعد ما مرت واحد الساعة تقريبا وعشرين دقيقة دائما المدة ديال الطهو فتتبقى على حساب نوعي للحم المستعمل والجودة دياله يعني واش حولي صغير واش حولي كبير واش تستعمل للحم ديال البقر أو للحم من نوع آخر كذلك من الجهة اللي تناخدوا منها الحم يعني المدة تختلف من نوع آخر تنضيف واحد تلتمية ميلي لتر من العسل اللي يمكن لكم تعودوها كذلك بالسكر ولكن سنفضل العسل العسل تيزيد يخطر لنا المرق وغادي يزيد اعطينا اللون القطع ديال اللحم كيف ما تتلاحظوا معي ودائما على نار ميلا غادي نخليو المرق ديالنا حتيت عسل تيجي نق خاتر وكذلك تتلاحظوا معي اللون ديال الحم تيتغير فهنا تصبح جاهز للتقديم فلاحظوا معي القطع ديال الحم تتجي معسل اللون ديالها جميل فالمعسل هو وصفة مميزة لتتجمع ما بالبساطة أو التفرد في المطبخ المغربي وبمكونة بسيطة لتظهر عادية حدرت معكم طبق استثنائي فريد لتليق بأجواء عيد الأضحاء والعراضات نتمنى تطبقوا في البيوت ديالكم فنتمنى تكونوا استمتعتم بالوصفة بقدر ما استمتعت أنا بتقديمها لكم والمشاركة ديال الفيديو مع الحباب والأصدقاء وشكرا على المتابعة وما تنسوش مشاركة ديالتجاريب ديالكم معي اكتب ليه في التعليقات وتحية طيبة الجميع وبسحة والراحة